كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عن نقاءات سرية له مع كبار المسؤولين الإيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران وتفاوض حول البرنامج الصاروقي المثير للجدل وقال كيري في مقابلة إذاعية أنه التقى وزير خارجية إيران محمد جواد ضريف ثلاث أو أربع مرات خلال الأشهر الأخيرة دون التنسيق مع إدارة ترامب وذكر كيري خلال المقابلة أنه يدير دبلوماسية حساسة دون تصريح من الإدارة الحالية منتقدا ترامب لعدم مواصلة المفاوضات مع إيران وتأتي تصريحات كيري لتؤكد تقارير سابقة حول محاولته وراء الكواليس إنقاذ الاتفاق النووي وضمان استمرار إيران في تلقي الأموال والمكاسب النقدية بالمليارات ترجمة نانسي قنقر